اشتركوا في القناة 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 والرجاء ذو العرش المجيد العرش يحتاج إلى محاضرة وحدها وهذا أمور العقيلة وأمور المتشابهات غير يعني إشارة بس رفض لا تحاولوا أي الأحباب الكرام أن تتصوروا العرش لأن عقولنا لا يمكن أن تتصوروا حتى في هيئته هل العرش المقصود به الكرسي؟ هل الكرسي المقصود به العرش؟ كلهما ذكرها في القرآن الكريم وسع كرسيه السماوات والأرض الرحمن على العرش استوار ذو العرش المجيد ووصف العرش في القرآن الكريم بأنه مجيد وأنه كريم وأنه عظيم وقرآن نجد العرش الكريم العرش العظيم العرش المجيد واختلافات العلماء كثيرة خاصة في مجال العقيدة خاصة في مسألة الاستواء منهم من قال استقرر منهم من قال العلوب منهم من قال والإحاطة وهذه كلها تبقى ولكن حينما نرجع إلى القرآن نشرح بالقرآن الاستواء تجد شيء آخر إذن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني ما يتعلق بتخصصات علم الكلام والعقيدة ليس بالضروري أن نقود فيه ولكن هناك فرق بين الكرسي والعشرة هو العرش عند أغلب العلماء لأن اللبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فالعرش أعظم من الكرسي وقد جاء العرش في القرآن الكريم لصيغة أخرى العرش أي هو السقف يعني منتهى البناء يعني العرش هو السقف منتهى البناء ليس بالضروري بمعنى حينما ذكر الله سبحانه وتعالى العرش المقصود به يعني الكرسي الذي يجلس عليه مالك من الملوك ذكر فيه قصة بلقيس أيكم يأتيني بعرشها المقصود أن يأتم يكوني بكرسي عرشها يعني العالي الذي كذا ولكن العرش بالمعنى المجازي هو العلوم والاستواء بمعنى الكمال في التمكين حتى إذا بلغ أشده واستوى وبلغ أربعين سنتا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك إذا استويت إذا استقررت إذا إذن هذا كلام يحتاج إلى معنى وشاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البيهقي وابن حبار وقد صاحب والشيخ العربان رحمه الله قال لكي نفرق بين الكرسي والعشر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات في فلاة يعني السماوات هذه السبع الأولى الثانية الثالثة إلى السابعة بالنسبة للكرسي كحلقة مرمية في فلاة يعني واحد إن بيس مرمية في صحراء يمكن أن تتصوروا هذا لا يمكن والكرسي ليس بمعنى الكرسي اللي نجلس عليه زي هذا الكرسي هذا لذلك أقول لكم لا تحاولوا أن تشبهوا لأنه معاني عظيمة جدا وفضل العرش اسمعوا الآن الفرق بين الكرسي والعرش وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة يعني العرش بالنسبة للكرسي يعني الكرسي يقع في عظمة العرش كما تقع الحلقة يعني حلقة في الواقع من ذهب يعني من حديد يعني يمثل الكرسي حلقة في فلاة بالنسبة للعرش تقع في الواقع من ذهب اليوم الآن تقدموا شوية حدموا شوية اليوم البرد سنتحدث عنه شوية كيف سنجاهد تقدموا شوية سميو كنتي في في خواه في بوغشوفي لإيليزور إن شاء الله مقصر كلا لن يقول شح يا مقصر تأس وله ميزور أماني أبوص كسير أبوص أبوص يا حبار بك أنا أنا ترجمة نانسي قنقر 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 ولا إلى العرش ولا إلى هذه الأمور كلها لا يحتاج إلىها إنما يضرب لنا متل حتى يمكن أن نقدر الله حقا قدره وما قدر الله حقا قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيامينه سبحانه وتعالى الله يشهد فقط من بابي التقريب فقط من قبل أن النظام هذه سببات فقط من قبل المعلومات الآن إذا كان الأمر من قبل القيامة مقدمة نخزون فقط من قبل أعلم ولكن ما قبل أعلم وخصفتهم وما مفادرة إلى آخر أين سمزين؟ لا تستطيع الإنسان وسيقص ان يكون من قم بذلك سيقصن يعني بعد اللقاء ومن بين اللقاء لأننا بيدك نخدمت وَسِعَ كُرْسيُوِ وَسَمَاوَاتِ وَالْعَرْبُ Сيد eder C'est ce qu'il représente la Terre et les ciels par rapport aux coursers Le courser ce n'est pas la chaise La chaise avec quatre pieds Et le trône le lens Le prasond c'est pas l'actions Même s'établi sur le trône المساعدة هذا هو النبي على الهران اللي لا نجل وله لا يستطيع على الإطارة كل هذه على الهرانة هي أن ذلك على الهرانة ذلك من قضي يملك هي أنك يليو لم ينسب سوئة لا يلمفوض بالدقاء هذا يعني نفسط ينسى نفسط هذا يريدك كيف يريدك أن تكون سواته وفققه الآن نمت البحث لدينا سنواته المطر لد من اليل نكتب لهذا الله سبحانه وتعالى تحدث عن العرش كذلك فيه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاقفر الذين آمنوا واتبعوا سبيلك لآيان الذين يحملون العرش وفي الحقيقة ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية تمانية إيش؟ تمانية ملائكة تمانية صفوف قِالَ نَبِي سَلَّوْا عَلَى هِلَمَ اعْزَوْا اَنْ أَحَدِّي تَكُمْ عَنْ أَهِدُ مِنْ حَمَّلَةَ الْعَاجِ إِنْا قُاتِينَ ربَحَسَلَا سَلَمْ Dans le courant, il nous a parlé que le tronc de Dieu est porté. Les porteurs du tronc de Dieu glorie fait Dieu. Ils croient en lui et la pleure le pardon de Dieu à ceux qui croient ils sont à notre service. Si on est des croyants Alors les porteurs C'est oui Oui tange Oui ron Oui quoi Le prophète nous a dit Allah a donné l'autorisation Il devait parler D'un parmi les porteurs Du tron Vous avez bien imaginé C'est pas possible Le prophète nous a dit Un parmi les porteurs du tron Allah il m'a donné l'autorisation De vous décrire un petit peu Entre là Ses oreilles Ça veut dire ce côté là d'oreille Et ici L'épaule La distance de 70 000 ans Ça veut dire quoi Alors Si Allah Il domaine tout ça Et c'est tout ce qui bouge Dans tout Cet espace Farahou Un juste Le prophète Le prophète C'est le prophète Et là les porteurs du tron تمانية أشياء التي لا تفنى كل من عليها سيفنى ولكن هناك تمانية أشياء لا تفنى تمانية أشياء لا تفنى تبقى وهي العرش عرش الله سبحانه وتعالى والكرسي والقلب واللوح المحفوظ الذي سنذكره والجنة والنار والروح الأجساد تفنى الأرواح لا تفنى الروح يخرج من الجسد ولكن الروح عدداته لا يفنى ثم عجب الدنب وهذا بسائح لبخاري هذه تمانية أمور لا تفنى عجب الدنب يعني يعيد الله سبحانه وتعالى فيه الخلق هذا يبقى في التراب حتى يعيد الله والخلق والجنة النار والروح والجنة 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 اللة الله سبحانه وتعالى هو الذي يسره هذا يسره كله ويسره كله الله سبحانه وتعالى سيكون لديه لن يسره ليس لأنهم يسره لكن الله سبحانه وتعالى يمهل بل هو قرآن المجيب بمعنى لماذا جاء هذا التعقيد بل هو قرآن المجيب بمعنى أنه ما سمعتم من هذه القصة في قصة أصحاب الأخدود وفرعون وتمود وضو المضالمين وصبر المؤمنين هذا حق ذكر القرآن الكريم ولو لم تشاهدوا مرسى ولماذا ذكر وقال بعض العلماء لماذا ذكر فرعون وتمود بس؟ تمودهم عرب فرعون ليس بعرب وتمودهما أبعد من فعل لأن هذه قصص قصص هؤلاء قد وصلت إلى الأعراب وسمعوا بها فجاء القرآن فقط ليؤكد صحته لذلك قرآن المجيب في لوح محفوظة على التابلت ومع ذلك لكن هذه الوح وصف والمجيب في لوح والله يمكن أن تنفي كل ما سيحدث في صحيح البخاري حينما قال الله القلب قال له اكتب قاله ما اكتب يا ربي قال اكتب ما سيكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة و أهل النار الله فكتب ça veut dire toutes les traces quand الله سبحانه وتعالى قرأت لهم note tout ce qui va se passer du début de la création jusqu'à si les gens du paradis rentrent au paradis et les gens de l'enfer rentrent en l'enfer ça veut dire toutes les traces il n'y a personne qui peut changer le destin de Dieu سبحانه وتعالى mais chacun الله سبحانه وتعالى lui donne une destinée qui mérite ce qui mérite une meilleure destinée الله lui augmente ce qui mérite une mauvaise الله رفعاتي الأقلام و جفاتي الصحب حقيقة عبد الله c'est ابن عباس أسأو العين القديم ونفق علي ويالكم ونفق علي ويالكم ونفق علي ويالكم ونفق علي ورشال ونفق علي ورشال ونفق علي ورشال ولي ذلك والخاذر علي والحمد لله رب العالمين وهذا تتمت بإذن بسورة البول